أخرى محببكم في مجيل يحنى أصحى عشرين بداية من عدد تلاتين إلى نهاية السنة مجيل يحنى أصحى عشرين من عدد تلاتين وآيات أخرى كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم إذا أمنتم حياة اسمه بعد هذا أظهر يسوع نفسه للتلاميذ على بحر طبرية كان سمعان بطرس وتومى الذي يقال له التوأم ونثنئين الذي منقان الجليل وابنى ذبدي واثنان أخران من تلاميذه مع بعضهم قال لهم سمعان بطرس أنا أذهب لا أتصير قالوا له نذهب نحن أيضا معك فخرجوا ودخلوا السفينة للوقت وفي تلك الليلة لم يمسكوا شيئا ولما كان الصبح وقف يسوع على الشاطئ ولكن التلاميذ لم يكونوا يعلمون أنه يسوع فقال لهم يسوع يا غلمان ألعل عندكم إداما أجبوه لا فقال لهم إلقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فتجدوا فألقوا لم يعودوا يقدرون أن يجذبوها من كثرة السمك فقال لذلك التلميذ الذي كان يسوع يحب لبطرس هو الرب فلما سمع سمعان بطرس أنه الرب اتزر بثوبه لأنه كان عريانا وألقى نفسه في البحر وأما التلاميذ الآخرون فجاءوا بالسفينة لأنهم لم يكونوا بعيدين على الأرض إلا نحو مئتي الزراع وهم يجرون شبكة السمك فلما خرجوا إلى الأرض نظروا جمرا موضوعا وسمكا موضوعا عليه وخبزا فقال لهم يسوع قدموا من السمك الذي أمسكتم الآن فصعد سمعان بطرس وذب الشبكة إلى الأرض ممتلئ سمكا كبيرا مئة وثلاثة وثلاثة ومع هذه الكثرة لم تتخرق الشبكة قال لهم يسوع هلموا تغذوا ولم يكسر أحد من تلاميذ أن يسأله من أنت لأنهم إذ كانوا يعلمون أنه الرب ثم جاء يسوع وأخذ الخبز وعطاهم كذلك السمك هذه مرة ثالثة ظهر يسوع لتلاميذه بعدما قام من الأموات بعدما تغذوا قال يسوع لسمعان بطرس يا سمعان بن يونة أتحبوني أكثر من هؤلاء قال له نعم يا رب أنت تعلم أن يحبك قال له إرعى خرافي قال له أيضا ثانية يا سمعان بن يونة أتحبني قال له نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك قال له إرعى غنمي قال له ثالثة يا سمعان بن يونة أتحبني فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة أتحبني فقال له يا رب أنت تعلم كل شيء أنت تعرف أني أحبك قال له يسوع إرعى غنمي الحق الحق أقول لك لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء ولكن ما تشخت فإنك تمد يدك وآخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء قال هذا مشيرا إلى أي تميتة كان مزمعا أن يمجد الله بها ولما قال هذا قال له اتبعني فالتفت بطرس ونظر التلميذ الذي كان يسوع يحب ويتبعه وهو أيضا الذي اتجع على صدره وقت العشاء وقال يا سيد من هو الذي يسلمك فلما رأى بطرس هذا قال ليسوع يا رب وهذا ما له قال له يسوع إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء فماذا لك اتبعني أنت فدع هذا القول بين الإخوة أن ذلك التلميذ لا يموت ولكن لم يقل له يسوع أنه لا يموت بل إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء فماذا لك هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا ونعلم أن شهادته حق وأشياء أخر كثيرة صنعها يسوع إن كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن العالم نفسه يسعى الكتب المكتوبة أمين النهاية بتاعت إنجيل يوحنى نهاية مميزة إنجيل يوحنى ليه غرض واضح وسابت أنه بيكتب عشان الناس تؤمن أن هذا أي المسيح هو ابن الله وبناء على هذا الإيمان يكون لهم حياة أبدية وبناء على كده الختام المخترح لإنجيل يوحنى هو أول الآيات التي أردتها مع حضراتكم لما بيقول لهم دي كتبت عشان تؤمنوا أن المسيح هو ابن الله ولكي تكون لكم إذا أمنتم به حياة أبدية فالجزء اللي احنا أرناه مع بعض جزء له وضع مميز ربما نعتبره ملحق للإنجيل لكنه ملحق لا يتجزأ عن هذا الإنجيل الثمين الدليل الثاني على كده أنه هو بيتكلم على الآيات في العددين الأولين اللي أرناهم آخر عددين في أصحاح عشرين وبعدين كأنه بيكمل الكلام في آخر عددين في أصحاح واحد وعشرين ويقولوا حاجات كثيرة تانية كثيرة عملها المسيح لو كتبت واحدة واحدة فلا أظن أن كل الكتب أو كل العالم يسعى للكتب اللي بتكتب فيها الحاجات ديت فكأنه عايز يقول الحتة اللي احنا أرناها واللي هتبقى موضوع تأملنا النهاردة دي واحدة من المعجزات مع أنها مش معجزة في شكلها لا فيها معجزة طبعا معجزة صيد سمك كبير بس في معجزة أقوى بكتير جدا حنشوفها بنعمة ربنا وأتمنى أنها تكون من حق كل واحد فينا النهاردة أن ينال هذه المعجزة معجزة التغيير وتصحيح المصار وتغيير المركزية اللي رب عايز يعملها لنا في هذه الأيام في دماغ كل واحد فينا قصة بمنتهى البساطة التي قرأت على ما سمعنا بتتكلم على قرار للبعاد بطرس ومعاه خمسة تانين أو ستة تانين قرروا أنه هما يبعدوا ياخدوا قرار بعد لكن كان فيه شخص مصر على أنه يرد يرد الناس ديت ويرجعهم للوضع السليم معاهم بنسبة 100% جزء الأولاني أول بضعة أعداد في أصحاح 21 بيتكلم على قرار البعاد جزء الثاني بيتكلم على أن الرب عايز يرد الناس بتوعه ويرجعهم للمكان بتاعهم وما بين هذا وذاك أرجو أن الرب يدينا نعمة النهاردة نعيد فحص قراراتنا وناخد قرارات سليمة في محضره بنعمة ربنا في أول الأصحاح اللي احنا قرنا منه نسمع كده هوت المنظر دوت أنه كان بطرس ومعاه مجموعة من التلاميذ المجموعة من التلاميذ دي مجموعة وميازة جدا يقول الكتاب كده هوت كان سمعان بطرس وتومى الذي يقال له التوأم ونثنئي للذي من قان الجليل وابن زبدي واثنان آخران من التلاميذ كل واحد فيهم بيتكلم عن امتهاز جميل فبطرس دوت الرجل صاحب الإعلانات الصاحب الرب قال له فيهم من الأيام طوبى لك يا سمعان ابن يونى لأن جسدا ودما لحما ودما لم يعلن لك بل أبي الذي في السماوات هو اللي كان يعرف يرد ردود مزبوطة أنت هو المسيح ابن الله الحي يعرف يقولها كويس جدا بملء الفم اللي فاهم كويس جدا اللي عارف نقدر نقول بلغة النهاردة عارف الكتاب كويس عارف الحق اللي بيعلم به الكتاب كويس جدا بس هذه المعرفة لم تمنعه من اتخاذ قرار غير سليم بعد يقول كده هوت عنه اللي بعد يقول تومى الذي يقال له التوأم بالمناسبة لأصحح اللي فات الجزء اللي أنا قريت منه قبلها على طول كان الرب عمل العلاج الجميل لتومى في شكه نحن عارفين ان تومى كان في وقت من الوقات مش مع التلميذ بعد قيامة المسيح ولما رجع قالولو المسيح ظهر لنا جاه وقاعد في وسطينا واتكلم معانا فإن لا 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 إذا ما كنتش أشوف وحط إيديك في آثار المسامير والجراح ما مش ممكن أسدق فظهر له خصيصا ظهر له خصيصا في معاملة خاصة جدا ظهر له المسيح قالوا تعالى حط إيديك حط إيديك في آثار الجراح في إيديك وفي جنبي ولا تكن بعد غير مؤمنا وطلعت منه أحلى الكلمات الجميلة قالوا ربي وإلهي لكن برضو الاختبارات العظيمة اللي ممكن أن الرب يعملها مع فرد ليست حصانة له إن هو ما ياخدش قرار من القرارات الغير سليمة لا يتكلم كمان عن ناس نائيل ونس نائيل يقول عنه أنه ناس نائيل الوحيد اللي يقول البلد بتاعت والذي من قانا الجليل ناس نائيل اللي حكاية في أول الإنجيل في أول الإنجيل ده راجل كان قاعد ده هو دنيا أفلى معاه خالص فجاله في لوبوس بيقوله وجدنا المسيح من النصرة فرد عليه رده الشهير من النصرة يمكن أن يخرج شيئا صالح رجل بيحسبها بالورقة والألم يعني ما حصلش الكلام ده مع أنها كانت خطعة كبيرة بالنسبة له لأنه خرج من النصرة حاجات كويسة لكن يجي في اليوم ده واتقابله الرب وقال له يا ناس نائيل من أنت تحت الشجرة من تحت تينا وأنا قد رأيتك قال له لا اللي يعرف وأنا مش موجود ويعرف أفكاري إلا أنا بقولها ما يكونش إلا ابن الله ملك إسرائيل لكنه أيضا بيقول عنه أنه من قانا الجليل فاكرين قانا الجليل المكان الذي شهد أول آيات المسيح في هذا الإنجيل وكأنه عايز يقول أنت معاصر معجزات المسيح من البداية أنت موجود يا ناس نائيل مع المسيح وهو يفعل قواته من البداية وهو يقدم فرحه لمن لا يجد الفرح أو لمن لأي سبب من أسباب حرم من الفرح في هذا الفرح في فيعور سقانا الجليل أنت موجود معامل الأيام من الأول فكأنه عايز يقول ولا الحسابات ولا المعجزات كفيلة أنها تحصنا من أننا لا نأخذ قرارات ليس مظبوطة هنا أخذوا قرار ليس مظبوطة بعد أن نتكلم عن ابناء زبدي وابناء زبدي لو نحسد واحد من التلميذ سيكون يوحنى وهذا واحد من ابناء زبدي الذي يقول عن نفسه طول الإنجيل هذا هو كاتب الإنجيل بالمناسبة ويقول عن نفسه طول الإنجيل التلميذ الذي كان يسوع يحب ويعني مستمتع بدفء المشاعر والعواطف مع المسيح ويوحنى ويعقوب أخوه اللي هم ابناء زبدي ومعاهم بوترس اختصهم المسيح بشوية مواقف محددة كأن المواقف دي كان بيديهم عربون للمجد عايز يوصلوا لغيرهم فكان يصحب صحابهم مثلا على جبل التجلي هم التلاتة وصحابهم مرة هو بيقيم ابنة ييروس كانوا مميزين جدا فولا حتى التمييز دوت وإن الواحد عنده حاجة مميزة في حياته تمنع الواحد لأنه ياخد قرارات سليمة نحن صعبنا الموضوع للمعرفة الكتابية تمنع ولا الاختبارات تنفع تمنع ولا المشاعر تمنع ولا الامتيازات تمنع أمال إيه اللي يمنع عايزوا لكم فيش حاجة تمنع خالص وإذا بعدنا للحظة واحدة أو أبعدنا الرب عن أفكارنا للحظة واحدة حناخد قرارات غلط مهما كان الوضع دوت عشان كده يلفت نظري أن يقول وتلميزان آخران ما قالش اسمهم ما معنى مش عارف أسميهم واللعيب لأنا عندي فكرة جميلة عجباني أن التلميزان الآخرين دول هم وأنا وأنت سبهم لنا من غير اسم عشان كل واحد فينا يحط اسمه محلهم فأقدر أقول أن التلميزان الثانين باقي المجموعة اللي خدوا القرار الغلط هم أنا وأنت أنا وكل واحد من يسمعوني على الشاشة أو يسمعوني هنا هوت في الاجتماع أنا وأنت لسنا في عصمة من أن نأخذ قرارات خطئة لو في لحظة من اللحظات أبعدنا عن ذهننا أن هناك شخص يريد أن يسير معنا المشوار كله عشان يزبط الفكر ويزبط الكيان كله معنا نحن عرض القرارات مش كده قرارات مش مظبوطة ياما من قرارات خدناها في حياتنا ومع امتداد الزمن الفرق الوحيد ما بين الصغير والكبير أن الكبير عنده عدد من الاختبارات دي أكبر بس حتى الصغير عنده عنده قرارات خدها وندم عليها لأنه حاس أنه عاخدها من غير الرب مع الزمن بتكتر القرارات دي ويبتدي الواحد يتعلم الدرس وكل واحد فينا يتمنى أنه يتعلم كان يتعلم الدرس في وقت لاحق عن كده عشان يوفر على نفسه تعب واجع دماغ كتير جدا في اليوم دوت والستة دول وقفين مع بعضيهم بطرس بس أشرح لحضراتكو هو كان واقف فين في اللحظة دي كان قد أنكر المسيح وقت الصليب قبل الصليب قبل الصليب الرب قال له الشيطان قد طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة ولكني طلبتهم من أجلك لكي لا يفنى إيمانك قال له لا 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 أنا لا أنت ممكن حد من التلاميذ الثانيين دول ممكن لكن أنا عندي سعاد أروح وراك ولو للسجن وراو للصلي ما حصلش لو للموت ما رحش ما عملش لكن في لحظات ضعف أنكر السيد لمرة ولا اثنين بالثلاث وكأنه عايز يثبت الكلمة عليه أنه أنكر السيد لكن تبارك اسم السيد أنا مش هتكلم على الضعف الأولاني بتاعه لكن أنا أتكلم على كيف أكمل المسيح رد هذه النفس الغالية عليه من البداية كان المسيح يعمل من أجل وقال له طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك تحد متخيل لو أنا وأنتم كان بطرس وبعد الثلاث سنين وشوية دول وأنا المقدام في وسط المجموعة هذه الثلاثناشر دول اتناشر المقربين منه أنا نمر واحد فيهم وأنا لو قلت عنه كل الكلام الحلو الجميل دوت ويأتي يوم من الأيام وانكره تتخيالوا أي هزة تعرض لها إيمان بطرس تتخيالوا أي عصفة عصفت بحياة هذا القديس رغم أنه كان في وضع مش مظبوط مع ذلك كان هناك شخص يطلب من أجله لكي لا يفنى إيمانه أحبائي نحن نبقى على إيماننا لأن هناك شخص في السماء يطلب من أجلنا لكي لا يفنى إيماننا فالبداية كان من بدري جدا وهو يشتغل من قبل الوقعة والرب يشتغل معاه لكن حتى وقت الوقعة يشتغل فنظر إليه يسوع فخرج خارجا وبكى بكاء مر اختلفوا الناس في نظرة يسوع كان يبصوا يقول له هناك كلام كثير ممكن يتقلوا لكن هناك أسألك مثلا كانت هذه النظرة تقول له لم تقلت لك واحد ثاني يقول له عملتها أنا متهائل لو فيها أي نيجاتيب ثوت أي فكر سلبي كان بطرس خد بعده عمل زي يهوزة ليس هذا لكني لا أعتقد أقل من أنه كان يقول له مع ذلك لسه بحبك ومع ذلك عايزة رجعك مع ذلك عايزة غير الوضع معاك فخرج خارجا قاده إلى بكاء مر يتكلم عن توبة حقيقية لكنه ليس هذا فقط بل أول ما قام المسيح أول واحد طلبه بالاسم شخصيا كان بطرس بعت له رسالة كده يذهبوا ويقولوا لإخواته ولبطرس بصفة خاصة كان عايز يقول إخواته كلهم المسيح يظهر لهم عشان يرجع لهم إيمانهم تاني بعد ما يشكوا بعد ما يخافوا بعد ما كل ما حصل دوت لكن بطرس فيه شغله مخصوص معاه لأنه مجروح أكتر موجوع أكتر موجوع بسبب نفسه مجروح بسبب غلطته آه لكن سيدنا لا يترك حتى لو كان الجرح أنا السبب فيه لن يتركني جريحاً ولن يكف في لحظة عن أن يصل إليه عشان يكفك في هذا الجرح بطريقته وبطبه المعهود الروحي الذي يقدر بيه يرجع نفس أحباءه إليه إلى المكان الذي ينبغي أن يكون فيه نعرف من بورس بعد كده أن الرب ظهر ظهور خاص لبطرس وقعد يتكلم معاه فترة ما نعرفش أي كلمة ولا كلمة إليه درما بينهم وكأنه عايز يقول فيه في بعض الأحيان عشان يأتي الرب يرد نفسي أو نفسك أو نفسك يقعد معانا كده لا يطلعش الموضوع بره لا يفضحني لا يريد أن يأخذ حقه ويطلع روحه أعطي لي الجارية التي أنكرتني قدامها واعتذر لي قدامها الأول وبعد ذلك أفكر نعم لا لا خالص هذا حتى نقدسي حتى نحن الناس الذين نقرأ الكتاب المقدس لا نعرف ما هي الكلام ما بينه وما بينه في الأعدة الأولى الأعدة الأولى التي كان يقول فيها رغم أنك أنكرت ورغم أنك أبعدت لكنني أريد أن أقولك النهاردة أنا جاي عشان أرجعك لي تاني بعد كل هذا الكلام وكان موجود في وسط التلاميذ عندما ظهر لهم التلاميذ في الأصحاحة من قبله ففرح التلاميذ إزراء الرب وعرف أن الرب الذي مات قد قام ولأنه مات وقام فعمله الكامل النهاردة من حقه كل واحد من قدسه كأنه أريد أن يقول إنه جديد نحن نقف في موسحاح 21 يبقى مؤمن غلط الرب حفظ إيمانه الرب دفعه إلى توبة حقيقية الرب ند نفسه من خلال حديث شخصي مبينه ومبينه على انفراد لا يعرف أحد إلا هم وهم فقط ماذا ضار في هذا الكلام فضلك يا بطرس ماذا لنقصك يا بطرس وإيه بطرس قال لك كده أنا أذهب لا تصيد تفتكروا ليه بمتقال بساطة أعتقد أن الفكر الذي رواده في هذا الوقت كان عايز يقول كتر خير الرب غفر لي هو كان يقم غفران الرب لأنه ظهر لي ظهور خاص لأنه نظر إليه النظرة الخاصة لأنه قال له الكلام دوت من قبل ما يسقط لأنه على الأقل ظهر لي هو مع التلاميذ أكثر من مرة كأنه عايز يقول بمتقال البساطة أنا عندي شك في غفران المسيح بس مشكلتي أني أنا مش شايف أني أنا أنفع أني أنا أكون بخدم السيد دوت أخديم بالكم كم أنا؟ واحدة من أكبر مشاكلنا هي مركزية أنا في حياتي وللأسف أنها ليست فقط في الأمور الزمنية ليست فقط تأخذ شكلا في الماديات وفي الامتلاك وفي الكرامة وفي الحاجات دي كلها لكنها كثيرا متأخذ حتى شكلا روحي هنا هوقت كان بي روحانها بمتقال البساطة كتر خيره الرب أنه سامحني كتر خيره أنه عمل معي المشوار دوت بس كون أن أنا أكمل المشوار معاه وأعمل الشغل بتاعه وأن أنا أعمل وأتكلم عنه والكلام ده كله أنا مش شايف أن أنا أنفع لكده ولازال ينظر إلى نفسه وكأنه في يوم من الأيام كان سيبقى فالح لكده يا بطرس أنت من يوم ما جالك المسيح وتقابلت معاه أول مرة عرفت نفسك على حقيقتها وقلت له أخرج يا رب من سفينتي لأني رجل خاطئ أنت من أول لحظة تقابلت مع المسيح وكأن المسيح كان عايز يقول لك ليس لأهلية فيك لكن لنعمة فيي أنا أعرضت أني أرسلك وأني أبعاتك كم مرة أنت لخبطت المشكلة أن أنت لا تعد لروحك أنت تلخبط كيف؟ المشكلة أن أنت غلطاتك تنساها بسرعة جدا تقف بس عند الغلطة الكبيرة لكن صدقوني الحياة اليومية كفيلة أنها تثبت لكل واحد فينا أنه ليس لشيء فينا على الإطلاق ليس لشيء فينا على الإطلاق بطرس لو مسكنا حياته بطرس واحد قريب مني ومنكم يعني بطرس في العهد الجديد ويعقوب في العهد القديم يطمنون لأنهم يقولون أن في إله عنده استعداد أن يتعامل مع أي نوعية من النوعيات ويشتغل بها أحلى شغله ممكن أن يكون يعمله ولكن لو مسكت بطرس وحللت حياته مندفع سريع في الكلام ممكن يقول كلمة كويسة وراها على طول يجب أن يشطبها بكلمة ليس كويسة يوم قال يا رب أنت هو المسيح ابن الله الحي وراها على طول بداية يقول له حشاك يا رب يركبه كيف؟ يعني كيف هذا الإعلان؟ هذا الإعلان وتجمع بعض منه وكل الذي طلع من جوا يقول أنه فاشل كل الذي جاء من إعلان من الله أمر مختلف بالنسبة لي فكله على بعضه يريد أن يقول في الآخر لست تصلح لشيء فلا تنظر لنفسك على أنك شيء هنا هو تجاي كأنه يعاقب نفسه هنا هو تجاي كأنه هو الذي يقول للأمور من ينفع ومين لا ينفع لسه الأنا بتاعته موجودة وهذا ما سيستغرق فيه المسيح هذا الأصحاح عشان يطلعه من جوا من جوا بطرس فمنتها البساطة قال أنا ذاهب لأتصيد فالحبة اللي معاكم اللهم قالوا ونحن أيضا نذهب معك المعاشرات مش شرط أقول نهرة دي لا ممكن أقول نهرة دي على فكرة المعاشرات دي مش يعني الأشرار يعني اللي متلمة على هدف مش مظبوط اللي يجمعها حاجة مش مظبوطة يا حبائي دعونا نتذكر أن في بعض الأحيان الأفضل لي أن أصمت ولا أنيش يحصل فيها زي ما قال أساف لو قلت أحدث هكذا لغدرت بجيلي بنيك لنتعلم الصمت بالذات في وقت الضعف لأن كلمة من واحدة فينا كلمة من واحدة فينا ممكن تأخذ معها خمسة ستة عشرة على الأقل هتأخذ بيت على الأقل هتأخذ مجموعة مقربة فدعونا نصمت حتى يشرح لنا الله الأمر ودعونا نصمت حتى يعالج في دواخلنا الله الأمر كان شاطر أساف لأنه ما تكلمش ما حاكلناش الاختبار بتاعه مظمور 73 غير لما خلص الاختبار لذلك قال إنما صالح من الرب هذه البداية بتاعته وحاكلنا الاختبار بتاعه وإمتت عدلت مع الصورة لما دخلت إلى مقادس العلي والتفت إلى آخرتهم وخلص المظمور هو بيقول أحلى كلام أما أنا فالاقتراب إلى الله حسن لي لكن بوترس هنا تكلم على طول كده كأنه عايز يقولهم وأنا لا أشك أنه شرح لهم ليه لكن هنا الوحي مش عايز يقول لنا كل القصة مش بيحكي لنا حكاية هو بس عايز يحكي لنا الحاجة اللي تفرق معانا في دروسها عشان كده لنتعلم أن نصمت في وقت ينبغي الصمت فيه ولا نتكلم غير لما نتأكد أن الله يريد أن نتكلم بعد كده بوترس بعينه في الرسالتين بتوعه تكلم أحلى كلام أحلى كلام إلقوا رجائكم بالتمام على النعمة أنت عرفت النعمة يا بوترس قال لي هو أحد عرف أعرفها قدي هو أحد عرف يعني أحلى كلام بعد كده لما يتكلم على الشيوخ والنظار اللي هم نظيروا إقروا الرسالتين بتوعه تستمتعوا بإزاي لما الله يقول له تكلم ينفع يتكلم ولما يتكلم يقول أحلى كلام لحد النهاردة يطبطب علي أنا ولحد النهاردة يشفي جروح موجودة في وسط شعب الله لأنه جرب ولأنه اختبر ولأنه عرف ولأنه استنى لما الرب يقوله إمتى يتكلم تفرجوا عليه في سفر أعمال الرسل وهو يتكلم أحلى كلام قدام الكل لا عاد ينكر ولا عاد يطاطي بالعكس ما عنده غير اسم يسوع الناصري اللي به يقوم وامشي واللي به يتكلم بكل مجاهرة ومعندوش أي شك في أنه يقول الكلام دوت على الإطلاق لكنه خدهم معهم بكل أسف كانت النتيجة المؤكدة أنهم لم يمسكوا شيئا في هذه الليلة لم يمسكوا شيئا واحدة من حياة الدفاع النفسية عندما وجدنا أننا فاشلين في شيئا لا نصلحها بالطريقة التي يريد أن نصلحها بها الله عندما أعطنا الحياة الأبدية أعطنا معها كتالوج هذا الكتالوج شرح لنا فيه نتعامل معها كم؟ وشرح لنا فيها عندما تعطل فيه وراء كدواد بند اسمه بند الأعطال أي كتالوج في أي جهاز جديد يأتي وراء كدواد بند اسمه بند الأعطال عندما تعطل يحصل كذا يعمل كذا عندما تعطل يحصل كذا يعمل كذا لم نعلمنا هذا الكتالوج هذا الكتالوج من الحياة الجديدة الذي يقول لنا بمندها البساطة عندما يحصل ماذا يعمل ماذا؟ يريد أن نلخصها عندما يحصل أي عطل يتصل بالمركز الرئيسي يتصل بالمركز الرئيسي لو غلبت خالص وأنت لا تعرف أن تفعل شيئا معينة عندك حل وعندك متاح 24 ساعة سبعة يام في الأسبوع عنده استعداد يسمعك وأنت تقول له امتحني وأعرف أفكاري وانظر إن كان فيي طريقا بطلا وأهدني طريقا أبدا عنده استعداد أن يعمل حاجات كثيرة جدا تعالوا نروح له بالمنظر لكنهم لم نعملوا هذا ونحن لا نفعل هذا أعرف عندما لم أجد روحي في الأمور الروحية ولا يروح عندي مشكلة روحية بدل معالجها أحاول أدي لنفسي إنجاز في الزمان أحاول أدي لنفسي حاجة قدام الناس أحاول أدي لنفسي حاجة تخلي الناس تبص علي أو تخليني أنا أتلهي عن نفسي بمعنى أصح في هذه الليلة لن نمسك شيئا ونحن أعرف أن معظمهم أولاد بحر يعني رجبوا البحر سنين طويلة على الأقل أعتقد أن أحد من الأثنين الثانين هي أندروس أخوه طبعا ويعقوب ويحن على الأقل نعرف أنهم أولاد بحر أولاد بحر يعني يعني عايشون في البحر منذ نعومة أظافرهم لكن مع ذلك في هذه الليلة لم يمسكوا شيئا والطبيعي إن لجأنا لغيره لو حاولنا نملة الفراغ اللي جوانا بأي طريقة من الطرق لن نمسك شيئا ستنجح ويقولوا عليك الناس كل اللي أنت عايز تقوله وسيبقى من جوه لم تمسك شيئا ستلاقي جواك شعور بالفراغ بيزيد مش بيقل ولم تمسك شيئا ستلاقي كل ما تحاول أن أنت تلاقي مديح الناس يحاول يسد الفراغ اللي جواك ستلاقي بيعمق الفراغ اللي جواك لا النجاح ولا متح الناس ولا رضاك عن نفسك ولا الغنى ولا الصروة ولا أي حاجة من الحاجات دي حتم للفراغ اللي جواه بل بالعكس ستجد نفسك كما قال السيد كل من يشرب من هذا الماء أنا أعتقد أنه لم يمسكوا شيئا في هذه الليلة يقول الكتاب لكن الحاجة التانية النتيجة الطبيعية التانية أنه لما ظهر يسوع عند الصباح لم يعرفوا أنه يسوع يا ده الدنيا ظلمت قوي والوضع بقى وحش جدا ده مش بس لم يمسكوا شيئا لكنه لم يتمكنوا لأن يعرفوا يسوع ده اللي قاعد معهم كم سنة ثلاث سنين وشوية قاعدين شربين وكلين نايمين مع بعض في كل وقت في كل حتة الوش اللي كانوا بيتأملوا فيه الشخص هو بصراحة ما يتغلطش فيه غير للي عناه تغفلت بعدم الإيمان لأنه بعد خمس دقائق بعد خمس دقائق هيتعرف يمكن تقول لي أصل الظروف يمكن تقول لي أصل بعد القيامة شكله تغير لأ هو كان ظهر لهم فعلا بعد القيامة فشافوا شكله بعد القيامة طيب يمكن عشان واقف على الشط من بره مش دي المشكلة الصوت على الأقل للصوت المفروض أنه من خلال الصوت يعرف هو مين لكن المشكلة المشكلة أنه طول ما أنا اللي بدور لنفسي طول ما أنا اللي متمحور حوالين روحي يا رب عصتنا عايز ورب عصتنا معانا وأصل عشانه وكل الحاجات دي هتكون النتيجة المؤسفة بكل أسف أننا حتى عندما يتدخل المسيح في حياتنا وكم يتدخل في حياة المؤمن الغافل يعني في كرمه في محبته هو لا يأتي فقط للمؤمنين الأفاضل كل مؤمنين أفاضل لكن لا يأتي فقط للمؤمنين اللي في حال ترتفاع لكنه يأتي أيضا للمؤمنين الغافلين في هذا الوقت كفاية أتكلم على القرار الفاشل لحد كده بس أرجو أنه يكون قدام كل واحد فينا وكأنه بيقول كل واحد فينا النهاردة راجع قراراتك أي قرار أنت خسته وكان واخدك في سكة مش مظبوطة أو في سكة غلط لكن بدأ المسيح، بدأ السيد الحبيب الغالي يعود مرة أخرى عشان يرجع تلميذ المكانهم الصح وأول حاجة يعملها أنه يفتح عنيهم اللي مش شايفاء يفتح عنيهم اللي مش شايفاء عن طريق أن يكشف لهم الحالة وقف معاهم وقفوا قدامهم كده وتقول لهم يا غلمان ألعل عندكم قداماً قداماً يعني حاجة التاكل ده بيكلم صالدين سمك عندكم حاجة التاكل؟ مش بيتاريق على فكرة هو أن أخدها بالطريقة ديت لكنه يكشف الحالة مرات كثيرة يجي الرب كده وتقوم زنقني يسألني سؤال مبسوط طيب بعد كل المشوار اللي مشيت فيه دوت مكتفي؟ ما فيهاش أي نوع من التريقة لكن فيها نوع من مصارحة النفس عايزني أصارح نفسي عايزني أرجع أقف قدام روحي مرة تانية واقف قدامي بيقولي بمنتهى البساطة كل اللي أعملته دوت أوصلك لفين؟ يا تلاميذي الأعزاء بعد ليلة طويلة أبحرتم فيها وغمرتم فيها في البحر وتعبتم روحكم فيها في البحر عندكم حاجة التاكل عندكم حاجة التاكل وبداية الحل أن نقول لا يا سيد وبداية الحل أن نعترف أنه بدونك لم نستطع أن نمسك شيء أنا يا رب دونك لا شيء أبداً في البعد عنك ما فيش غير الجوع فيش غير الشقة فيش غير التعب وبعدين قال لهم طيب الحالة بتاعتكم بتقول إن ما عندكوش تعال فكركم بحاجة قديمة بقالها ثلاث سنين ونص إرموا الشبكة بتاعتكم بس المرة دي محددة في المرة الأولانية قال لهم إلقوا شبككم براحتكم المرة دي قال لهم لقد أنا أقول لكم إلقوا الشبكة على الجانب الأيمن كأنه عايز يقول بقى إيه مستوى الطعب تدا يزيد لازم تتعلم مع اختبارك مع الرب إنك تبقى مدقق وتعرف تطيعه بأدق التفاصيل إرموا الشبكة على الجانب الأيمن المرة دي المرة الأولانية بترس عصلك معاه قالوا قد تعبنا الليل كله ولم نمسك شيء ولكن على كلمتك ألق الشبكة من نوع من مجاملة يعني تمام المرة دي ما قالوش الكلام ده وات ليه في حاجة جواهم بتقول لهم ده المسيح في حاجة جوا فيه طبيعا لجواك بتتجاوب مع المسيح لو كنت مؤمن حقيقي لو كنت شخص بدأ علاقته مع الله في يوم من الأيام في حاجة جواك بتعرف تتجاوب مع الله فمنتهى البساطة قال لهم إلقوا الشبكة على الجانب الأيمن فلما راموا مفيش لقوا الشبكة عمالة ايه تتملي 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 مين اللي واعي مين اللي ناصح يوحنى قال له هو الرب شفتوا العنين انتفتحت ازاي نفس الظروف مع الفجر ومع الدنيا مغشلقة ومش شايفين حاجة هيا هيا لو فيه الدنيا ضباب هو هو نفس الوضع لو هم تعبنين الليل كله هم لسه تعبنين ما استريحوش مفيش حاجة تغيرت في الظروف مفيش حاجة تغيرت في الظروف لكن صوته أيضا علىك قال له واحد كده شخصه وطبيبه نفسي صوته أيضا علىك صوته صوته ما يجي يتكلم مع واحد فينا في نفس الانجيل دوت قال للمريم كلمة واحدة قال لها يا مريم حول الحال معاها من النوح مريم المجدلية حول الحال معاها عند القبر من النوح إلى الفرح الكلمة واحدة إنه يندهني أنا باسمي إنه يتكلم معايا يتعامل معايا تعامل شخص وده حقك وده حقك وده حقك وده حق كل معاك الرب تجاوب معا بالطريقة اللي تناسبك بطرس نط في المي وطريقة هو طول عمره كده ماشي فيش أي مشكلة الباقيين كانوا يعني الكتاب برضو يقول لنا هما كانوا قريبين مش بعاد يعني كان ينفع أنه هو يعني ينتظر معاهم بس يبدو أنه شعوره بالاحتياج كان أعمق وكل ما كان الشعور بالاحتياج أعمق كل ما كانت الخطوة أسرع ناحية ذاك الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يسدد الاحتياج واحد رمى روحه والتانين جم بيجدفه بس بسرعة الكتاب يقول لنا أنها كده وكده الموضوع ما تأخرش فلقوا روحهم في وجه هذا السيد الرائع والعظيم جم بكل القرب بكل الحب وبعدين الرب قال لهم حكتين جمال قوي طلوا أولا لقوا الميدا مترتبة الجامرة محتوط والنار موجودة والترابيزة الفرشة يعني موجودة وبعدين يقول لهم شيء غريب قوي قدموا مما استطدته هم استطدوا حاجة رب ما تأخذنيش رب هم استطدوا حاجة دول قعدوا الليلة كلها لم يمسكوا شيئا لو عليهم لم يمسكوا شيئا عارف كانوا يرد علي قول لي إيه وهو أنت مش فاهم لحد دلوقتي أن أنا عايز أعمل وشاركك في عملي على أنه عملك بس سيبنا أنا اللي عمل سيبنا أنا أعمل وأنا هشاركك في عملي على أنه عملك وهيبقى اللي أنت استطدته مع أنه بكلمة مني ومع أنك ملكش أي دخل ولا شرف ولا فضل فيه لكن في الآخر كأنه في الآخر هيقول لك دوات أشاركك في عملي وشاركك في اللي أنا بعمله ويبقى اللي أنا بعمله واللي أنت بتعمله واحد بس أقبل هذا الوضع اللي أنا أحطك فيه النهاردة بمنتهى البساطة قدموا مما وأقدموا وشوى وأكلهم ولا واحد فيهم قادر يتكلم لأنهم عارفين هو ده مين وكأنه كل واحد فيهم عملة تشتغل في دماغه بقى بعد ما ظهر لنا بعد القيامة نعمل العملة ديت وبطرس تيجي في دماغه وأنا كموخي فين لما خدت القرار دوت أبعد عنه تاني وهو ده قرار برضو بعد كل الكلام اللي ما بيني وما بينه ودارت هكذا قصة حتى فتح الرب أعين إيمانهم وكشف الحالة أمامهم ليأخذ الخطوة التي تدبعها بعد كده هوت الأول فتح عنين الإيمان إداهم من عنده إحسان لكن أجل الحاجة الأخيرة اللي هقض فيها الجزء الباقي كان عنده مرض عضال جوا بطرس لازم يتصحح عايز يرحلوا المركزية بتاعته من الأنا للهو أي حاجة في الكون اللي احنا فيه دوت بتلف حوالين مركز الشمس الأرض بتلف حوالين الشمس والإلكترونيات بتلف حوالين النواة وكل حاجة بتلف حوالين حاجة بس أنا اخترت أن أنا ألف حوالين دائرة ذاتي إيه رأيكم لو أنا فكرت فعلا طبيعيا فيزيكي لكده أن أنا وأنا بمشي ألف حوالين روحي إيه رأيكم في الوضع ده؟ هكمل ولا هقع؟ مستحيلة كم؟ مستحيلة كم؟ هلأي روحي لازم؟ كانت لسه المشكلة ديت موجودة عنده بطرس وكان الرب بيقول له بصي بطرس ما يهنش علي قبل ما أصعد إلى السماء رغم أن أنا أكون فوقه في السماء مخصص ذاتي من أجلك بس قبل ما أسيبك من إنهوته قبل ما هبارككم ده المشهد قبل الأخير تقريبا بعد في ظهرات المسيح بعد القيامة تمام؟ فكانوا عايزوا لهم فضل مشهد واحد هبارككم فيه هرسلكم الإرسالية العزمة بس قبل ما أعمل كده هوت لازم أخلص القصة معك تماما يا بطرس مش هطلعك وانت لسه عندك يعني ممكن أحيانا الدكتور ممكن يطلع مريض من المستشفى ولسه عنده نص درجة حرارة يعني يقول له يعني ما على إيه مشي على الدواء ده تبقى له لا مش هطلعك من المستشفى غير وانت ماشي على رجليك وشايل السرير بتاعك كمان مش أقل من كده وانت عند الرب كده قم واحمل سريرك وامشي مش أقل من كده عنده ما يطلعش أقل من كده طب ده لسه رب ده الموضوع اللي عنده دوت يعني بيني وبينك عن اختباري أنا رب بيأخد سنين أنا يقول له بداي صح هيأخد سنين معاك لكن معايا أنا ممكن يأخد أعداء يمكنني أخد أعداء تعال بطرس بعدما تغزوا ويقول عن المرة القبل كده هوت دي المرة التالتة اللي ظهر فيها المسيح ليهم مرة التالتة بتعداد يحنى تمام فكانه عايز يقول له كده تعال بقى على جنب عشان أخلص الموضوع معاك وابتدى حكي معا قال له أتحبوني يا بطرس أكثر من هؤلاء هو قال له أنا بحبك أكثر من هؤلاء قال له لو دول عملوا كده أنا ما عملش كده أصني أنت مش أخد بالك أنا محبتي ليك أكتر أنا محبتي ليك أكتر فلما قال له الكلام دوت ابتدى بطرس يستجيب للقرص الأولاني من العلاج جرع الأولى من العلاج قال له يا رب أنت تعلم كل شيء ابتدى يحط الهلب بتاعه وفين مش على نفسه لكن ابتدى يحط الهلب بتاعه على مين على رب أنت تعلم كل شيء أنت تعلم أني أحبك قال له طيب إي رأيك أنا عايز أطلب منك طلب اطلع بردائرة نفسك هو ده معنى الكلمة ارعى غنمي الراعي عندما يرعى الراعي الصالح عندما يرعى يرعى الراعي الصالح المثل الأكبر اللي هو المسيح نفسه وضع نفسه يوما عن الخراف وشرح لنا الفرق بين الراعي والأجير عايز يقول الأجير لو شاف الديب يقول لي يا روح ما بعدك روح ويعمل إيه ويطير لكن الراعي لما يشوف الديب لا ده نموت ولا غنمية من غنماتي تتمس الراعي يخرج من دائرة ذاته وينظر إلى آخرين الراعي يخرج خارج دائرة ذاته ويتذكر سيده والغنم وكأنه عايز أقول ده واحد من العلاجات المهمة جدا بص على اللي حواليك واهتم بيهم مش من باب أن أنت تحقق أشيف منت يعني تعمله معاهم لكن بص عليهم عشان خاطر تحقق حاجة واحدة بس أنك تخرج بره دائرة اهتمامك بنفسك أنا 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 أصلا أنا أصلا تيجوا النهاردة من النهاردة نجربها ونشفت الصلاة بتاعتنا شوية من أنا وطلباتي لشعب الله وإحتياجاته والمجد الله تيجوا نعمل كده النهاردة نبقى استجابنا الأول جرعة من جرعات العلاج لكن رب قاله لسه لسه عندي لسه بقيت دوز بتاعك مخلص المرة اللي قال ليه قال له أتحبوني أكثر من هؤلاء فرد عليه ما قالوش لأ طبعا أنه فعلا بيحب وأنا ما شكش في كده ولا الرب كان بيشك في كده تمام لكنه كان عايز يعالج هذه النقطة مركزية لأنا في حياة بطرس فجيب بعد شوية قال له بدل أكتر من هؤلاء هنزلك شوية فقال له أتحبوني يا بطرس وبلاش أكتر من هؤلاء كأنه خدوا من القمة العلياء اللي هو حاطت روحوا فيها عايز ينزلوا على الأرض بس أصلا ربنا بيستخدمنا على الأرض مش وإحنا مطيرين روحنا في الهواء لازم ينزللي تحت عشان خطر يعرف يستعملني قال كده هوت أو تقال كده هوت أنه رفع المتضعين وينزل الأعزاء من على الكرأس عشان كده هو تقول بمطالة بساطة نفس الإجابة وكأن الجرعة الثانية بتشتغل معه تقوله أنت تعلم كل شيء أنت تعلم أني أحبك حتى يا رب لو أنت نزلت المحبة أو نزلتها في عيني أو عايز تقولي بقلبك الفاحص عايز تقولي أن أنا لست أفضل من آخرين على الإطلاق قال له طب خذ التالت هي بالعربي مش بينة بس أنا هقرأها أقولها بالعربي وبعد كده أقول لكم بالفرق قال له أتحبني يا بطرس فحزنا بطرس في المرة التالت أنه قال له أتحبني لو قرناها بس كده بالعربي ليه بقى عشان التالت تابتة مثلا يعني عشان يعني كرارها أكتر من مرة لا الحقيقة هنا محتاجين نرجع لليوناني نرجع للأصل لأن فيها فرق كبير جدا المرتين الأولانين لما قال له أتحبني استعمل الرب فعل المحبة المحبة ليها كذا كذا فعل في اللغة اليونانية أشهرهم ثلاثة واحدة منهم اللي يجدعوا بيهم تكلم عن المحبة الشهوانية لكن في محبتين استعملهم الرب هنا واحدة فيهم باسمها أجابي أو المحبة الإلهية فديل استعملها في المرتين الأولانين قال له كده بتحبني المحبة الكبيرة زي اللي أنا بحبك يعني زي ما حبتي ليك أكتر من هؤلاء ده بص ده حطوا في السما فوق لأنه في الوقت دوت كان يعتقد نفسه أنه يحب الرب كما يحبه الرب نفسه فكان عايز يقول له انزل شوية طب هتحبوني وبلاش أكتر من هؤلاء طب انزل شوية أم استعمل الفعل التاني الفعل التاني اسمه فيليو أو معزة أو نوع من المواد ودي اللي جاي منه جاي منها كلمات كتيرة في الفيليو زي الفيلوسوفي تمام بمحبة الحكمة أو محبة المعرفة فعايز يقول له ده أنا هنزل لك صنف المحبة كمان مش بس هقول لك انت مش فوق قوي في المحبة الإلهية ولا في المحبة اللي شبه محبتي هسألك السؤال المرة الثالثة وده اللي زعل بطرس بتعزني رهب قبل عربي بطريقة أنا المرة الثالثة قال له بتعزني في مواد ما بيننا كده فحزنا بطرسه وفي بعض الأحيان لازم الرب يزعلنا مش عشان يزعلنا بس كتير جدا لجوانا لما بيكتشف انه جوانا بيزعلنا بس لازم يحصل عشان يطلع من جوانا وقال له أنت تعرف كل شيء أنت تعرف أني وحبك الحاجة الجميلة نقوله برضو نفس العلاج ارعى 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 اتعلم تطلع من دائرة ذاتك اتعلم تبطل تبص على روحك اتعلم تبطل أن أنت تعيش بالطريقة بتاعتك ونفكرش غير في روحك حتى في أمورك الروحية حتى في محورتك حوالين ذاتك في الوقت دوت كان وصل الرب معاني الحتة لازم يقول له إعلان جميل هو نبوة لكنه درس روحي لكل واحد فينا أيضا يقول الحق الحق أقول لكم لما يقول الرب الحق الحق حاجة نحط تحتها ثلاث خطوط تمام بالذات في إنجيل يوحن لما يقول الحق أقول لكم نلتفت إليها جدا لكن لما يقول الحق الحق كان عايز أقول دي واحدة من السوابت التي ينبغي أن تلتفت إليها فالحق الحق أقول لك لما كنت أكثر حداثة يا بطرس لما كنت صغير شوية عن كده كنت تمنطق ذاتك تحط الحزام لنفسك تلبس هدومك بطريقتك وتذهب إلى حيث تشاء ولكن ما تشخت آخر منطقك ويذهب بك إلى حيث لا تشاء وماسي بناش في حيرة ويحنى ويقول لنا قال هذا عن أية ميتة كان مزمعا أن يمجد الله بها بالمناسبة هذه النبوة هدأت أعصاب بطرس في حدثة تانية في عمل 12 وهو في السجن محروس بأربع أربع من العسكر وتاني يوم تاني يوم واخد حكم إعدام ونيم نبيب عندنا حد من العيلة مش في البيت يعني حد ابن عم مرات مش عارف مين في السنوية العامة مبين نمش كلنا تمام؟ صاحبنا دوت نايم مستريح خالص منها صاحب فيها كلمة هو حسابك دوت يقول لك هيرودس يقول له هيرودس انبسط بأنه قتل يعقوب وبكرة ناوي تسل عليك يقول لهم بس رب الكل قال لي وأنت مات شخط والنسه مش يختش لسه بدل على تطميم هذه النبوة وأنت مات شخط دي قصة بعدين فناموا زين بيقول الكتاب انه لما جاء الملكي صحي انه ما كان تقيلة كمان كان منطمن زيادة عن لزومة فنغزوا في جنبه وقوموا حاجة غريبة يقول له حتى اخذ حزائك مهتم بأدق التفاصيل بتاعته في القصة دي فكانوا عايز يقولوا من زمان من بدل بص هعلمك وهقول لك أولا ماذا تأتي به نهاية الأيام بالنسبة لك وخذ الوعد دي يا بطرس وامسك فيه وتطمن وكمل مشوارك معايا لأنك هتمجدني لحد النهاية لحد ما تبقى شيخ وتقولهم أنا الشيخ رفيقكم وتكتب الكلام دو فيه الرسائل بتاعتك بعد كده هو لكنه أيضا درس لكل واحد فينا وكأنه عايز يقول منتهى البساطة وانت لسه روحيا حدث في بداية عنفوان علاقتك بالله سخن تاخد قرارات وتروح وتعمل وتسوي ولازم نعمل كده ولازم نسوي كده وتلاقي قراراتك أسرع من المدفع الرشاش بس لما تجبر في علاقتك بالله تهدي اللعب وترفع أيدك وتقول للآخر منطقني وديني حتى لو كان إلى حيثه لا أشاء مع الطفولة الروحية نحن نفعل ما نشاء في صورة روحية مع النضج الروحي نحن نفعل ما يشاء هو وهي دي قمة الروحية مع الطفولة الروحية بنفعل ما نشاء ونلبسه طوب الروحاني مع النضج الروحي نفعل ما يشاء هو وهي دي قمة الروحاني لما قال له الكلام دوت كان فاضل جرعة واحدة من الدواء أصلا طلعه من بره دائرة ذاته بس للأسف الإنسان اللي لسه متعلم يدور في فلك حاجة ما اقتنعش لسه بأن فيه فلك واحد يدور ورا لأنه هو هو بيقول له الكلام دوت ولما قال هذا يقول له بنتها البساطة ادبعنا كانوا عايز يقول له حبيبي المركز الوحيد اللي ينفع أنك تمشي وراه هو أنا هو أنا المركز الوحيد اللي ينفع أنك تمشي وراه هو أنا ادبعنا وهو بيقوم شاف يوحن وهو يحن حكاية طويلة مع بعض دائما سوا ولا ينفي أنه ربما يكون ما بينهم نوع من التنافس ربما قبل كده قبلها بمشهد بكم ساعة بكم يوم ما عرفش لكن هم راحين للقبل بيجروا هما الاتنين فيوحن يقول الكتاب حتى حاجة غريبة أن يحن سبق بطرس ما يعني عايز تقوله لنا يعني أعني زيولهم والاتنين خدمتهم مرتبطين ببعض من ياما كانوا بيستادوا مع بعض المركب دي جن بالمركب دي وياما طلعوا يستادوا مع بعضيهم فلما قام كده هو بدافع الفضول و بدافع أن جوانا رغبة للنظر للآخرين جوانا رغبة متبدلة عايز الناس تبصلي وبص للناس عايز أبص للناس بيعملوا إيه وأعمل زيهم وأتمنى أني أسمع كلام الناس بيقولوا أنا علي إيه بيبصوا لي إزاي بالنحيتين كيف ينظرون إلي وكيف أنظر إليهم فالرب في الأولانية في الأعدة الأولانية في النص ساعة لقبلها خلص موضوع نظرته الروح وأعتقد أنه شفاب نسبة كبيرة من نظرة الناس لي بس لسه عنده مشكلة طب ودوات وهذا مال لهم لمؤخذة رب أنت يعني قلت لي أن أنا هموت شهيد كده بالكلام بتاعك طب ويوحنى حيموت إزاي هو بالمناسبة فعلا بطرس مات شهيد ويوحنى مات متعادية مات أطول أكبر أطول واحد عمرا ومات منفيا لكنه مش مش بالقتل يعني ما مش بطريقة كان في فرق بينهم فعلا بس شو ده اللي بيكلم في الرب خلص رض على الرب وقال له إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء فما لك أنت إتبعني أنت شوفوا الناس ثابت كل الجملة بتاعت الرب وثابت مالك أنت وثابت إتبعني أنت ومسكف إيه فزاعة أن هذا التلميذ لا يموت أتالي الإشاعات ليس من ليومين دول بسه والمسكف السيرة والكلام والكلام اللي مالوش لازمة ليومين دول بسه من زمان نحن نسمع ما نريد أن نسمعه نحن نسمع ما نريد أن نسمعه ولا واحد من اللي قاعدين لفت نظره كلمة إتبعني أنا معني ده الأمر الموجود في الكلام يعني أنا متأكد أنه ورب بتتكلم معاه كان بيقوله بالطريقة دي إنش كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء فما لك أنت إتبعني أنت أنا متأكد أنه عمله سترس على الجملة الأخيرة لأنه ده الأمر بتاعه ده الأمر بتاعه لكن الناس تسيب كل القصة وتقف عند حتة النبولس النحنى لن يرى الموت ورجل كشاهد أمين يقول مع أني يسوع لم يأخل هذا كل اللي قاله إنه إن كنت أشاء إنه إن كنت أشاء لكنه بمنتغ البساطة يقوله يقول البطرس بقى أقولها بالبلدي وإنت مالك وإنت مالك إنت مالك باختبارات غيرك يوم مرات أعدت مع ناس يقول لي شمعنا رب ما يعملش معايا كده زي ما عمل مع أفلال إنت مالك أنت لا تعرف كل القصة أنت ما تعرفش بقى التفاصيل ما تعرفش الدنيا ماشي معاها إزاي أنت حتموت بالموتة بالطريقة دية لكنه هو سيعاني النفي وسيعاني أمور صعبة جدا في زمن صعب جدا المشوار مختلف القصة مختلفة بتيجي توقف عند جزئية واحدة في معاناة في اختبار غيرك وتوقف عندها كأن هي آخر الحياة بالنسبة لك ما لكش دعوة خلي عندك ثقة بهذا الإله الذي يتبع خلي عندك ثقة بهذا الإله اللي ناسم في كل واحد قصة مختلفة عن التاني كبصمات الإصبع لا يمكن أن تتشابه على الإطلاق وما لك أنت أنت بس مش مملك أنت وبس قصد هو برضو مش عايز يقلل من شأنه لا بيتاري يا صدقوني ولا بيقلل من شأن حد لكنه عايز يوصل لحاجة أخيرة وما لك أنت اتبعني أنت وكأنه عايز يقول له بص يا بطرس أنا من خمس دقائق قلت لك اتبعني أنت بس أنت بالسؤال بتاعك دو ضيعت الأمر بتاعي فأنا عايز أرجعك لنفس النقطة تاني لا لا عايزك آخر كلمة تبقى فاكرها ولما تقرأ إنجيل يوحنى آخر كلمة قرأها وأنا بكلمك معاها هي الكلمة ديت لأن دي اللي عايز أسيبها معاك وعايز أتفضل معاك العمر كله اتبعني أنت وفي تبعية المسيح الكثير في تبعية المسيح كل شيء في تبعية المسيح المسيحية كلها في تبعية المسيح البركة كلها في تبعية المسيح لاستخدام الإلهي كله في تبعية المسيح الفرح الحقيقي كله تبعية المسيح أن يكون المسيح مركزا للحياة أن أسعى معه حيث ما يشاء وحيث ما يريد هي كل ما أريد وكل ما أحتاج تبعية المسيح بتستلزم ترك حاجات كتيرة أترك كل شيء أنه أدبعني فترك كل شيء وتبعه هم نفسهم فاكرين أن هم في تبعية المسيح لما الرب قال لهم هلما ورائي فاتصيروا صياضي الناس تركوا شبكهم تركوا السفينة تركوا الأجرة تركوا كل شيء لكي يتبعوا المسيح لكنها في النهاية اختبروا في سنين هذا عددها من هذه اللحظة أنهم لم يندموا للحظة على تبعياتهم للمسيح عشان كده كأنه بيعمل ريفرش للفكرة دي يا بطرس يوم قلت لك اتبعني يدمت سألهم في مرة لما بعثتكم احتجتم لشيء فقالوا له لا يا سيد وأنا أعتقد لو سأل السؤال دوات لما تبعتني يا بطرس ندمت حيرد يقولوا لا يا سيد كمل في المشوار ده اتبعني اتبعني انت وهكذا من هنا انطلق بعدها نشوفه بيتبارك مع بقية التلميذ في آخر إنجيل لوقه ثم نبدأ في قراءة سفر أعمال الرسل بطرس تاني خالص بطرس تاني خالص لا بينكر بالعكس بيقول لهم أنتم أنكرتم الخدوس البار ولا بيخاف ولا بيتزعزع قدام جارية ده بيقف قدام الرؤساء ويقول لهم آه باسم يسوع ما فيش غيره انتوا فاكرين إيه ما فيش أي حاجة ما فيش أي حد غيره وعنده ساعة يخش سجنه وينام في السجن ويطلع بعد كده يروح وييجي ويعمل كل القصة ويكتب الرسالتين الجمال بتوعه اللي مليانين بالرجاء اللي مليانين بالنعمة اللي مليانين بالكلام اللي ينفع لشعب الله لحد النهاردة بطرس تاني خالص لأن السيد أتم فيه المعجزة مش بقول لكم معجزة هي فعلا معجزة أتم فيه المعجزة أنه طلعوا من جوة ذاته عشان خاطر يحطوا في فلكه هو تابعا له وهو الحاجة الوحيدة اللي احكيها لنا كيف صنع معه هذا أغفل ذكر كل المعاملات اللي ما بينه وما بين بطرس قبل كده لكن كانه جاي عايز يقول كله النهاردة حاجة مختلفة بالنسبة لنا عايز يقول قصدي مش قصة بطرس بس اللي بيني وبين بطرس في موضوع الانكار ملكوش دعوة به اللي بيني وبينك في غلطتك نفسها ملكوش دعوة محدش تاني لي دعوة به لكن فيما يتعلق في مركزية الأنا كلنا في المركب مع بعض عشان كده لازم يحكيها لنا ولازم يقول لنا أنها معجزة ولازم يقول لنا أنه عنده استعداد يعمل معجزة ديت النهاردة تحب تحب أنه يعمل كده هو يحب يعمل كده يعلمك النهاردة الجملة ديت ما لك أنت اتبعني أنت لا تمشي ورا نفسك ولا تمشي ورا غيرك لكن تمشي ورا الوحيد اللي يستاهل أنه هو يتبع قبل أن نرنم أخونا سامح تعالوا نحن رؤسنا ديتها واحدا نصلي مع بعض هي معجزة بكل المقيس إن الله يخلعني من دائرة ذاتي إلا ما بتخليني يشغل إن ناخد قرارات غلط واتعب راسي واتعب اللي حوالي واتعب وهو نفسه لكنه يريد أن يخرجني من هذه الدائرة ليذهب بيا إلى الأفضل إلى تبعيته اللي ما ندمش عليها شخص العمر كله قوله أنت لسه بتعمل نفسي المعجزة يا رب لسه عندك السعدات إنك تقعد معي زي ما عدت مع بطرس فكرني بكمل قرارات الحمقاء اللي أنا خدتها تعبتني ضيعت عمر مني ضيعت مصادر مني رب كانوا بيقول لكل واحد فينا أنت أفضل من اللي حواليك طب أنت شايف نفسك كويس تعالوا يكون ردنا أنت تعلم كل شيء وصلني لمستوى الأرض يا رب عشان تعرف تتعامل معايا علمني ماهتمش حتى باللي حوالي ويبقى كل اهتمامي وتركيزي في شخصك بس أنا عايز معجزة النهر ده يا رب أخرج من دائرة روحي من فلكي عشان أمشي وراك وأدبعك لعمر كله وهي دي الحياة وهي دي البركة يا رب بنعظمك من كل القلب لأن احنا غالين جدا عليك حتى بأفكارنا وده وخلنا ولا يمكن أن تترك واحد من قدسيك أبعد عنك مرة تاني راجع بتفكرنا نمشي وراك ونتشفي من ده اللف في دائرة الزات أو الآخرين بنعترف لك يا رب أنه قد إيه من قرارات حمقاء خدناها لأننا كنا بندور في دائرة روحنا وإيه اللي يرضينا وإيه اللي يكفينا لكن جايين لك بكل اتضاعى يا رب بنقولك تعبنا روحنا كتير وتعبنا اللي حوالينا وزعلناك لكن صوتك واصل لنا النهار ده يا رب نتبعك ونرع غنمك نخرج بر دائرة نفسنا عشان نعيش العيش اللي تكرمك يا رب يا رب أثر بكلامك فينا ودينا نعم يا رب أنه الكلام يكون مش مغرد كلام ولا وعظة لكن يحفر في حياتنا ونتعلم نتبعك أنت وحدك مش اللي نقوله احنا مش اللي بيفكر فيه الناس لكن يا رب ماذا تريد أن أفعل بركة لكل كلمة بركة لكل مستمع ومشاهد ودينا نعمى رب أن احنا نعيش لك نكرمك نتبعك لحد ما نقابلك وريب لك يا سيدنا كل المجد أمين